وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ أَرْضُ وَاسْتَمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ عِدَّةٍ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْرَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله و أصحابه أجمعين ما بعد فمرحبا بكم أيها المشاهدون الكرام في هذه الحلقة الجديدة و التي سيستمر الحديث فيها بإذن الله عن الأدب مع الله و ذكرنا في الحلقة الماضية أننا قبل أن ندخل في الأدب مع الله لابد من الكلام عن بعض صفات الله بعض جلاله الكلام عن جلال الله و عظمته و كرمه و رحمته و كنا تكلمنا في الحلقة الماضية عن عظمة الله و عن قدرة الله و عن خلق الله و عن ملك الله و نتكلم في هذه الحلقة عن كرم الله و رحمته و إذا أردنا أن نتكلم عن كرم الله ف بالله عليكم ماذا نقول و من أين نبدأ؟ هل نبدأ بنعمة الإيجاد أو بنعمة الإسلام أو نبدأ بنعمة الأبصار أو نعمة الأسماع أو نعمة الصحة أو الهواء أو الطعام أو الشراب أو ماذا و الله لو تكلم البشر كلهم بشتى اللغات على كثرتها في هذا العصر و كتب ذلك كله بالأقلام و بأحسن أنواع البيان ما بلغ ذلك مثقال ذرة صغيرة من كرم الله جل وعلا الله الذي خلق السماوات و الأرض و أنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم و سخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره و سخر لكم الأنهار و سخر لكم الشمس و القمر دائبين و سخر لكم الليل و النهار و آتاكم من كل ما سألتموه و إن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظل منكفار و يقول تبارك و تعالى و الأنعام خلقها لكم فيها دفء و منافع و منها تأكلون و لكم فيها جمال حين تريحون و حين تسرحون و تحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم و الخيل و البغال و الحمير لتركبوها و زينه و يخلق ما لا تعلمون و على الله قصد السبيل و منها جائر و لو شاء لهداكم أجمعين آيات كثيرة هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب و منه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع و الزيتون و النخيل و الأعناب و من كل الثمرات إن في ذلك لا آية لقوم يتفكرون و سخر لكم الليلة و النهار و الشمس و القمر و النجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لا آيات لقوم يعقلون و ما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لا آية لقوم يتذكرون و هو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحم طرية و تستخرجوا منه حلية تلبسونها و ترى الفلك مواخر فيه و لتبتغوا من فضله و لعلكم تشكرون و ألقى في الأرض رواسي أن تبيذ بكم و أنهارا و سبلا لعلكم تهتدون و علامات و بالنجم هم يهتدون أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون و إن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور و الرحيم آيات كثيرة قل من يرزقكم من السماء و الأرض أم من يملك السمع و الأوصار و من يخرج الحي من الميت و يخرج الميت من الحي و من يدبر الأمر ف سيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله و ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنا تصرفون و يقول تبارك و تعالى فسبحان الله حين تمسون و حين تصبحون و له الحمد في السماوات و الأرض و عشيا و حين تظهرون يخرج الحي من الميت و يخرج الميت من الحي و يحيي الأرض بعد موتها و كذلك تخرجون و من آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون و من آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها و جعل بينكم مودة و رحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون و من آياته خلق السماوات و الأرض و اختلاف ألسنتكم و ألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين و من آياته منامكم بالليل و النهار و ابتقاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون و من آياته يريكم البرقة خوف و طمع و ينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون كان بعض العلمان إذا تلا قول الله تبارك و تعالى و إن تعدوا نعمة الله لا تحصوها يقول سبحان من لم يجعل أحد أو سبحان من لم يجعل في أحد من خلقه من معرفة نعمته إلا المعرفة بالتقصير عن معرفتها ما معنى هذا الكلام يعني ليس عندنا من معرفة نعمة الله إلا معرفتنا بقصور معرفة بها يعني نحن متيقنون و عارفون بأننا مقصرون في معرفتنا بنعمة الله سبحانه و تعالى و هذا القصور الذي نشعر به في الحقيقة هو نوع من الشكر و لذلك كان الشكر نفسه على النعمة نعمة يحتاج إلى شكر و هكذا كل شكر يحتاج إلى شكر فلا ينتهي استحقاق الله سبحانه و تعالى للشكر و في هذا المعنى يقول الزمخشي رحمة الله عليه في أطواق الذهب كتاب فيه مقالات عدد من المقالات الجميلة يقول في مقدمة هذا الكتاب اللهم إني أحمدك على ما أزللت يعني ما أسديت اللهم إني أحمدك على ما أزللت إلي من نعمتك و على ما أزلت عني من نقمتك على أني لما كن أهلا للأولى و كنت بالثانية يا أولى لو لا فضل منك سابق حمد الحامد وراءه يقطف و إن أعنق فكأنه مصفود يرسف يقطف يعني يمشي ببطء و إن أعنق يعني و إن أسرع فكأنه مصفود يرسف يعني كأنه مقيد يمشي في قيده و كرم باسق شكر الشاكر ينوء تحته بجناح مهيض و إن حلق فكأنه لاصق بالحضيض يعني أن شكر الشاكر بالنسبة لنعمة الله كأنه يعني يمشي بجناح مكسور و إذا أراد التحليق فكأنه لاصق بالحضيض يعني بالأرض يعني أي شكر يبلغ نعمة الله سبحانه و تعالى و لذلك يقول الشاعر إذا كان شكري نعمة الله نعمة علي له في مثلها يجب الشكر فكيف بلوغ الشكر إلا بفضله و إن طالت الأيام و اتصل العمر يقال أن الرشيد و هو هارون الرشيد رحمة الله عليه قال لأحد الوعاظ المشهورين و هو أبو العباس محمد بن السماك قال له عظني و هذا الرجل محمد بن السماك من الوعاظ المشهورين و هو شيخ للإمام أحمد قد روى عنه في المسند يعني ربما حديثين من الأحاديث لما قال له الرشيد عظني و كان الرشيد في يده يعني كأس فيه ماء شربة ماء فقال يا أمير المؤمنين أرأيت لو حبست عنك هذه الشربة بماذا كنت تفديها أو كنت تفديها بملكك قال نعم قال أرأيت لو حبس عنك خروجها يعني هذه الشربة التي تشربها إذا لم تخرج و حبس عنك الخروج بماذا كنت تفديها قال بملكي قال فإن ملكك ذهب في شربة و في خروجها فعند ذلك بكى الرشيد رحمة الله عليه و لذلك مهما عمل الإنسان مهما شكر الإنسان مهما عبد الله فهذه العبادة نفسها هي يعني من نعم الله على العبد من الذي يسر له العبادة العبز يعني في عبادة مولاه إنما يكدح لنفسه إنما يعبد لأجل نفسه و إلا الله سبحانه و تعالى غني الله هو الذي وفقه و الله هو غني عن عبادته و غني عن تسبيحه و غني عن حمده و غني عن شكره يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله و الله هو الغني الحميد الله لا يحتاج لعبادة تحت السماوات تسبح بحمده تسبح له السماوات والسبع والأرض و من فيهن و إن من شيء إلا يسبح بحمده و لكن لا تفقهون تسبحهم إنه كان حليما غفورا و يسبح الرعد بحمده و الملائكة من خيفته ألم ترى أن الله يسبح له من في السماوات و الأرض و الطير صافات كل قد علمت صلاته و تسبحه و الله علمهم بما يفعلون ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات و من في الأرض و الشمس و القمر و النجوم و الجبال و الشجر و الدواب و كثير من الناس و كثير حق عليه العذاب و من يهن الله فما لهم من مكرم إن الله يفعل ما يشاء يعني كل شيء يعبد الله فالله سبحانه وتعالى غنين عن عبادة البشر ليس محتاجا لأحد بل البشر هم الذين يحتاجون لعبادتهم فعبادتهم لأجل أنفسهم ولذلك الذي يدل بعبادته هذا يعني قليل العقل الذي يدل يعني معناه يتمنن بالعبادة ولذلك قيل ذنب تذل به لديه يعني لدى الله ذنب تذل به لديه أحب إليه من طاعة تدل بها عليه بعض الناس يأتي أحيانا يقول أنا جئت من العمر وأنا وأصوم لثنين والخميس يعني كأنك تتمنن على ربك مهما فعلت من العبادة فهي لك ولله ليس محتاجا لعبادة العابدين ولذلك قال ذنب تذل به لديه أحب إليه من طاعة تدل بها عليه وإنك أن تبيت نائما وتصبح نادما خير من أن تبيت قائما وتصبح معجبا فإن المعجب بعمله لا يصعد له عمل وإنك إن تضحك وأنت معترف خير من أن تبكي وأنت مدل يعني مدل بالطاعة ولذلك يقال أنين المذنبين أحب إلى الله من زجل المسبحين المدلين وهكذا كان الصحابة كان الصحابة يعبدون الله ويجتهدون في العبادة ومع ذلك لا يرون هذه العبادة شيئا ولذلك يقول لأبو أراك البجل صليته مع علي رضي الله تعانى عنه صلاة الفجر علي بن أبي طال فلما انفتل عن يمينه مكث كأن عليه كآب يعني حزين حتى إذا كانت الشمس على حائط المسجد قيد رمح صلى ركعتين ثم قلب يده فقال والله لقد رأيت أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فما أرى اليوم شيئا يشبههم لقد كانوا يصبحون صفرا شعثا غبرا بين أعينهم كأمثال ركب المعزة قد باتوا لله سجدا وقياما يتلون كتاب الله يراوحون بين جباههم وأقدامهم فإذا أصبحوا فذكروا الله مادوا كما يميد الشجر في يوم الريح وهملت أعينهم حتى تبل ثيابهم والله لكأن القوم باتوا غافلين يعني هم يصلون الليل والنهار ثم إذا قاموا في الصباح وذكروا الله هملت دموعهم وعلي رضي الله عنه يقول في وصفهم والله لكأن القوم باتوا غافلين يعني كأنهم البارحة أمسوا وهم غافلين ومع ذلك أمسوا وهم كانوا يعني يعبدون الله ثم أصبحوا وعيونهم تهمل يبكون وكأنهم في غفلة على خلافنا في هذه الأيام نبيت ونحن غافلين ونصبح ونحن ضاحكين وكأننا قد أمنا أو ضمننا الجنة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا نقف هنا قليلا ثم نرجع إليكم بعد الفاصل بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كنا تكلمنا قبل الفاصل عن كرم الله سبحانه وتعالى ونتكلم الآن عن رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده يقول تبارك وتعالى ورحمته وسعت كل شيء ويقول تبارك وتعالى الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا أوسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيل كواقهم عذاب الجحيم ويقول تبارك وتعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم ويقول تبارك وتعالى فقل ربكم ذو رحمة واسعة والآيات في هذا المعنى كثيرة يقول تبارك وتعالى قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون وفي الصحيحين من حديث يبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال جعل الله الرحمة مئة جزء فأنزل على الخلائق جزءا واحدا فبها يتراحم الناس أو يتراحم الخلائق حتى إن الدابة لترفع حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه وفي صحيح مسلم من معنى هذا الحديث من حديث سلمان وضي الله تعالى عنه يقول كل رحمة طباق ما بين السماء والأرض فيعني رحمة الله واسعة إذا كانت رحمة واحدة أنزلها الله على الأرض يتراحم بها الخلائق فما بالك بمئة رحمة قد يعني دخرها الله لعباده يوم القيامة وفي الصحيحين من حديث يبي هريرة أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه وتعالى عندما خلق الخلق كتب في كتاب فهو عنده في العرش إن رحمتي سبقت غضبي وفي الصحيحين أيضا من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بينما يعني النبي صلى الله عليه وسلم قد أتي بالسبي وإذا امرأة في السبي تسعى كلما وجدت طفلا أخذته وألزقته ببطنها وأرضعته يعني ليس هذا الطفل ولدها كما قد يتبادل لأذهان كثير من الناس وإنما كلما وجدت طفلا من قومها أخذته فأرضعته فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يعني هذا الصنيع منها قال لأصحابه أترون هذه طارحة ولدها في النار فقالوا لا والله يا رب إذا كان هذا فعلها بأولادي يعني قومها فما بالك بولدها فقال النبي صلى الله عليه وسلم لله أرحم بعباده من هذه بولدها وفي الصحيحين من حديث أنس رضي الله تعالى عنه يقول لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من رجل كان على راحلته وعليها طعامه وشرابه فانفلتت منه فأخذ أو جاء إلى ظل شجره واضطجع فيها وقد أيس من راحلته عليها طعامه وشرابه وأخذ ينتظر الموت فبينما هو كذلك إذا بها قائمة على رأسه فقال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح النبي صلى الله عليه وسلم يقول في هذا المثال هذه الصورة أن الله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من هذا الرجل الذي كاد يموت براحلته إذا عادت إليه مع أن الله سبحانه وتعالى ليس بحاجة إلى هؤلاء الخلق ولكنه يحب توبة عباده إليه ويريد رحمته أو يريد رحمتهم ولذلك يقول تبارك وتعالى ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم والبدوي رحمة الله عليه يقول في منظومة المغازي بعدما ذكر هبار بن الأسود وجماعه من الذين عفع عنهم النبي صلى الله عليه وسلم هبار بن الأسود هو الذي نخس بكر زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم وأسقطها حتى أسقطت جنينها مع ذلك جاء وأسلم فقبل النبي صلى الله عليه وسلم إسلامه وكان النبي قد أمر بحرقه في البداية ثم رجع النبي عن ذلك ولذلك يقول البدوي رحمة الله عليه يتكلم عن هبار وأمثاله يقول وبعدما أشفى على الإحراق تداركته رحمة الخلاقي أحنا وأرعف من الأم بنا وهكذا كان رسوله لنا يدخلنا الجنة إلا من شرد عنه وعن توحيده أبا وصد يقرب بالذراع أو بالباعي للمدني بشبرنا وذراعي ومن أتى يمشيتاه هروله فضاعف الأجر له وأجزله يضاعف الأجر لسبع مئة ففوق يجر بحسن النية من لطفه أن صحائف الذنوب وهي عظيمة تروع القلوب لا تزن التهليل في بطاقة كأنها الضفر في الدقاقة كأن هذه الأشياء أو هذه البطاقة الضفر في الدقاقة ومع ذلك تطيش بها الصحائف يعني هو يشير في هذه المنظومة إلى الحديث الذي في المسند وفي الترمذي وابن ماجة من حديث عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة فينشر له أو عليه تسعة وتسعين سجل أو ينشر عليه تسعة وتسعين سجل كل سجل منها مثل مد البصر ثم يقول أتنكر من هذا شيئا أظلمتك يعني كتبت الحافظ فيقول لا والله يا رب فيقول ألك عذر فيقول لا يا رب فيقول بلى إن لك حسنة فيؤتى بهذه البطاقة مكتوب عليها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله فيقول له الرب سبحانه وتعالى أحضر وزنك يعني تعال كن حاضرا في الميزان فيقول يا رب ما هذه البطاقة في هذه السجلات فتوضع البطاقة في كفة والسجلات في كفة فتطيش السجلات وتثقل البطاقة يقول النبي صلى الله عليه وسلم فلا يثقل مع اسم الله شيء و بالحديث الآخر حديث أبي سعيد في السنن الكبرى للنسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أن السماوات السبع و عامرهن غيري و الأراضون السبع في كفة و لا إله إلا الله في كفة لمالت بهن لا إله إلا الله و هذا من العجب العجاب يعني لو أردنا تفسير هذا الحديث الأرض كلها بما فيها من الحديد و النحاس و الذهب و كل مخلوقات الله في هذه الأرض في كفة و السماء الأولى في الكفة و الثانية في الكفة و الثالثة و الملائكة و اللوح و العرش كما قال نبي صلى الله عليه وسلم و عامرهن يقول الله و عامرهن غيري في كفة و لا إله إلا الله لو كتبت فقط في بطاقة صغيرة و وضعت في كفة لرجحت بهن لا إله إلا الله فكلمة لا إله إلا الله على لسان العبد كم لها من الوزن عند ربنا سبحانه و تعالى و لذلك في الصحيحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما من حديث ابن عمر إن الله سبحانه و تعالى يذن المؤمن يوم القيامة فيضع عليه كنفه و يستره فيقول أتعرف ذنبك ذا أتعرف ذنبك ذا فيقول نعم يا رب حتى إذا تقرر أو قرره بذنوبه و رأى أنه قد هلك قال سترتها عليك في الدنيا و أنا أغفرها لك اليوم و أبو عثمان نهدي يقول إن المؤمن ليعطى كتابه أو ليعطى كتابه في ستر من الله يعني لا أحد يرى فيقرأ سيئاته فيتغير لونه و قد يسقط لحم وجهه حياء من الله سبحانه و تعالى ثم يقرأ حسناته فيرجع إليه لونه ثم ينظر و إذا سيئاته قد بدلت حسنات فعند ذلك يقول ها أم قرأوا كتابي و أحد الشعراء يقول في نظم له يعني يحكي يعني وقوف العبد بين يدي الله و كيف أن الله سبحانه و تعالى يستر عليه و كيف أن الله يبدل حسنات سيئات يقول عبدي عصيتا و أنا سترت فيما مضى و اليوم قد غفرت بل قد جعلت لك كل سيئة حسنة و كل طاعة مئة و الآيات و الأحديث في تبديل السيئات حسنات كثيرة جدا منها قول الله تبارك و تعالى وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ لَا نَآخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهِ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ يَلْقَى ثَامًا يُضاعف له العذاب يوم القيامة و يخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات و كان الله غفورا رحيما و النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث أنس في مسند أحمد ما من قوم اجتمعوا يذكرون الله لا يريدون بذلك إلا وجه إلا ناداهم مناد من السماء أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات فالله سبحانه وتعالى أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين يبدل السيئات حسنات يروى أنه كان في بني إسرائيل شاب عبد الله عشرين سنة ثم عصاه عشرين سنة يعني أتاه الشيطان و قال أنت استعجلت في الطاعة فلو رجعت أو لو أخذت يعني شهواتك قليلا أو رجعت إلى نفسك قليلا ثم بعد عشرين سنة يعني صار عمره أو عشرين أطاع الله فيها ثم عشرين عصى الله فيها ثم بعد الأربعين نظر في المرآة فإذا في لحيته شيب فساءه ذلك فقال في نفسه إلهي أطعتك عشرين سنة ثم عصيتك عشرين سنة فإن رجعت إليك أتقبلني فسمع قائلا يقول أو في المنام يقول له أحببتنا فأحببناك وتركتنا فتركناك و عصيتنا فأمهلناك و إن رجعت إلينا قبلناك و ذكر ابن قدامى رحمة الله عليه قصة لموسى عليه الصلاة والسلام كان يستسقي ذهب للاستسقام مع قومه فدعوا الله و كان معه الرهبان و الصالحون و كان في السماء شيء من السحاب فانقشع ذلك السحاب فتعجب موسى يا ربي أدعوك أنا الكليم و معي بني إسرائيل و نحتاج إلى السقية أو إلى المطر فقال يا موسى إن بينكم عبد يعني عاصي لي منذ أربعين سنة فموسى التفت إلى الناس و قال يا أيها العبد العاصي أخرج من بيننا فقد منعنا القطر بسببك فهذا الرجل علم نفسه و قال يا ربي و أطرق رأسه و قال يا ربي لا تفضحني على رؤوس ابن إسرائيل يا ربي أرجع إليك و أتو يقول ابن قدامى ما أتم كلامه إلا و قد جاء السحاب من هاهنا و هاهنا و جادت السماء كأنها أفواه القرب فقال موسى يا ربي سقيتنا و لم يخرج أحد فقال يا موسى سقيتكم بمن منعتكم به بعبد تاب إلي فقال موسى يا ربي من هو هذا العبد فقال الله سبحانه و تعالى يا موسى إني قد كنت أسر عليه و كان عاصيا أفأفضحه بعدما تاب الله سبحانه و تعالى يحب التوابين يعني روية أن موسى عليه الصلاة والسلام قال يا ربي إذا قام العبد ما تقول قال أقول لبيك عبدي قال فإذا صام قال أقول لبيك عبدي قال فإن أتاك تائبة قال أقول لبيك 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 عبدي و في الحديث القدسي الله سبحانه و تعالى يقول يا من إذا مرض شكى و بكى و إذا عوفي تمرد و عصى يا من إذا دعاه العبيد عدا و لبى و إذا دعاه الجليل أعرض و نعى إن سألتني أعطيتك و إن استغفرتني غفرت لك و إن أقبلت قبلتك و إن تبت تبت عليك و أنا التواب الرحيم و ابن القيم رحمة الله عليه يذكر في مدارج السالكين حديثا قدسيا عجيبا يقول فيه أن الله يقول متى جئتني قبلتك إن أتيتني ليلا قبلتك و إن أتيتني نهارا قبلتك و إن تقربت مني شبرا تقربت منك ذراعة و إن تقربت مني ذراعة تقربت منك باعة و إن مشيت إلي هرولت إليك و لو لقيتني بقراب الأرض خطايا لأتيتك بمثلها مغفرة إذا لم تشرك بي شيئا إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته و سارعوا إلى مغفرة من ربكم و جنة عرضها السماوات و الأرض عدة للمتقين الذين ينفقون في السراء و الضراء و الكاظمين الغير و العافين عن الناس